انطلب مني كيف ممكن نفصل الصوت عن الموسيقى طبعا كان في حال اغنية او كان في حال فيديو مثلا مثل اللي معي فاجابة لها الطلب خلينا نشوف في هالفيديو اليوم كيف رح نعمل هالشغلة بذكاء الاصطناعي بضغط زر فقط خلينا نسمع الفيديو اولا زي ما لاحظنا كان صوت الموسيقى عالي جدا وكان مؤثر على صوتي بداخل الفيديو وكان صوتي مش مسموع تقريبا اول شي محتاجين نعمله عشان نلغي صوت الموسيقى عن صوتي فبدنا نحول الفيديو الى ملف صوتي فرح اكون تارك لكم اكثر من موقع روابطهم تحت الفيديو هاد اول موقع ثاني موقع ثالث موقع طبعا كلياتهم ممتازين وبشتغلوا بنفس الطريقة تقريبا كل اللي عليك انك تفتح الملف اللي انت بجاك تحوله اللي هو هون كان بحالتي انا بدنا نحول الفيديو الى ملف صوت دايما نحول لصيغة WAV عشان ناخد افضل صيغة للصوت وافضل جودة للصوت لا تحول لMP3 نحكي له convert ننتظر عليه يعمل upload ويحول الملف خلص نحكي له download نعمل download للملف صار عندنا الملف WAV حاليا ملف صوتي فقط حاليا بدنا نستخدم الموقع اللي بيستخدم الذكاء الاصطناعي اللي انتوا شايفينه امامكم ممكن مرة عليكم حاليا بدنا نتصفح الملفات ونجيب الملف اللي احنا بنحاوله اللي صار بصيغة صوت WAV في حال كان عندك الملف صوتي بدون فيديو فانت بتاخد هاي الخطوة مباشرة بتنسى خطوة تحوير الفيديو زي ما انت ملاحظ هون بيحكي لك انه بيستخدم مصفوف الذكاء الاصطناعي القريضم خاصة بذكاء الاصطناعي AI فنستنى عليه لحد ما يخلص زي ما انت ملاحظ خلص حاليا بيجمع لك فيهم حاليا زي ما انت شايف فصل الصوت والموسيقى فبامكانك تتحكم حاليا في الصوت والموسيقى خلينا نوطي الموسيقى على الاخر ونعلل الصوت ونسمع فتحت الكمبيوتر حتى نظفه من الدمار اللي صاير له لكن بعد تجميع الكمبيوتر ما اشتغل لما اضغط على power الجهاز بيشتغل وبيعمر يستارت تمام حاليا لو نعلل الموسيقى مثلا ونوطي الصوت نعلل الصوت وارجع ركب هنا لو ما اشتغلت جرب اذا عندك حبتين رام شغل الجهاز على حبة واحدة بعدين طف الجهاز وركب الثانية لما يشتغل واموره تمام ان شاء الله اوكي حاليا بدنا ننزل الصوت مثلا لحال او الموسيقى لحال كل اللي عليك انك تروح هون على save وبإمكانك تعمل download للموسيقى او الموسيقى لحالها والvocal اللي هو الصوت او المقاطع الصوتية او يعني صوت احبالك الصوتية انت بإمكانك تعمله download فبعد ما تنزل الصوت اللي انت بدك اياه كل اللي عليك انك تنقل الصوت الى برنامج المونتاج وتبدأ في منتاجه في بعض الناس رح يحكولي كيف بدي امنتج الفيديو نفتح اي برنامج مونتاج احنا بدنا اياه ومرتاحين عليه وبنحب نشتغل فيه فحاليا رح نروح نجيب الفيديو تبعنا اللي احنا اشتغلنا عليه بدنا نشيل منه الموسيقى بنزله على timeline طبعا رح نجيب الملف الصوت اللي احنا جبناه الفوكلز فقط او الموسيقى حسب زي ما بدك كل اللي عليك فقط انك تمسكه وتنزله تحت الفيديو وتتأكد من مطابقة الصوت بشكل متناسق زي ما انت ملاحظ طبعا هون ممكن يكون صعب شوي الموضوع لانه فيه صوت موسيقى رح يختلف شكل الامواج الصوتية ولكن انت بتحاول انك تشغل الصوت على اساس انك تسمع هل فيه اي تباين بين الصوتين اوكي فيه تباين فرح اجي هون بيمكني ازغر timeline عشان اشوف التفاصيل اكثر بيمكنك تسحب على اليمين لحد ما يصيروا تقريبا بنفس الشكل اوكي هيك اقرب شيء تمام وتقريبا صار الصوت واحد بيمكنك تعمل شيء ثاني اذا كنت بتستخدم البريمير اذا مش عارف انك انت تعمل سينك بين الصوتين بشكل يدوي حدد مقطع الصوت والفيديو كليك يمين عليهم وبدنا نروح على synchronize اللي هي هون عشان نعمل تزامن ومن هون بدنا نحدد الاوديو على اساس انه يعمل sync او تزامن مع الصوت ونحكي له اوكي وهيك رح يتم التزامن تمام بعد ما زامننا الفيديو حاليا بدنا نعمل مثلا unlink لمقطع الفيديو تابعنا عشان نفصل المقطعين هدول فبنحذف الصوت عفوا control z بنحذف الصوت لحالو وبنخلي الصوت تابعنا اللي احنا جبناه الفوكلز لكن بعد تجميع الكمبيوتر ما اشتغل لما اضغط على power الجهر ويشار معاي الفيديو بدون موسيقى لهون يا جماعة الخير انا بكون انتهيت like share اذا عجبكم الفيديو ما عجبك الفيديو dislike بشوفكم بالفيديوهات الجاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة